تم الكشف عن الحالة دي بالذات ما تقلش المكان وانا في رأيه ده حاجة كويسة واتمنى ما يفصحش عن المكان عشان ما يبقاش فيه اي زعر او بلبلة ان المكان ده ممكن يبقى موابوء الناس بتيت خاف خصوصا ان الناس قريدي بتخاف بسرعة في مصر من موضوع الوباء ومن الجنسيات الاخرى فبالتالي لم يتم الاعلان عن المكان الاصابة او الشخص محلق قامته فين وفي رأيه الشخص ده في صالح عموما الناس وفي مصلحة عدم تصعيد حالة ونضع الموضوع في اطاره الصحيح يعني خصوصا ان معظم الحالات لو كان ما عندهمش اي مشكلة في المناعة هيتم الشفاء منها سريعا يعني في خلال اسبوع هذا يقودنا الى الحديث عن الاجراءات الوقائية من هذا الفيروس ما هي الاجراءات التي تتخذها السلطات المصرية خاصة وان هذا البلد هو عالي الكثافة السكانية كما نعلم هو السيطرة على وجود حالة هيبقى صعب لان احنا مئة مليون شخص في مصر المواصلات مزدحمة للغاية فهي نصيحة على اطار فردي وعلى اطار الدولة على اطار الفرد لو اي حد هيبقى موجود في اماكن ممكن يبقى فيها اصابة باي فيروس زي المستشفيات او اماكن تجمعات لاجانب يستحسن ان هو يكون بيرتدي الكمامات الطبية وان هو يبعد على قد ما هيقدر من اماكن ممكن يكون فيها اصابة غسل الايدي باستمرار لو هو ظهر عليه اي اعراض برد او اي اعراض احتقان في الزور التهاب رؤوي بسيط مشاكل في التنفس يستحسن ان هو يتجه فورا لاي مركز طبي هي الناس شوية كانت خايفة ان هو لو عنده اي اعراض حتى لو انفلونزا او برد سيتم احتجازه في المستشفيات ده مش هيحصل المستشفيات هيتم الكشف على فيروس كورونا بالذات دلوقتي بقى فيه وسائل للفحص للفيروس بالذات ولو كان فيه اشتباه في الحالة يتحجز غير كده الحالة هترجع تاني وده امر طبيعي مفيش اي داعي للزعر ده على اقتار الافراد ومفيش داعي للكمامات للاطفال في المدارس عموما وضع كمامة بطريقة خاطئة ممكن يضر اكتر مايفيد خصوصا ان الاطفال والشباب مش يعرفوا ان هم يتحكموا في ان هم يحطوها ازاي ويشولها ازاي على اقتار الدولة محتاجين نكمل على موضوع المسح في المطارات محتاجين نكمل على موضوع ان لو فيه اي مواطن جاي عن طريق دولة اخرى بس كانت الدولة الاولى فيها اماكن الاصابة يتم الفحص مش بس المسح الحراري الفحص لفيروس كورونا وده الحاليا متابعة في مصر شكرا لك من القاهرة الدكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحة وانتشار الاوبيع شكرا جزيلا لك